محمد داني النهاردة كمان شاب عمال مباراة كبيرة واحد من أبرز اللاعبين اللي بيعول عن يوم النادي الأهلي خاصة في مطشط كأس العالم هو محمد داني دايماً بيبهر الجميع دايماً بتلاقيه حتى لو هو بمستوى مغاير قبل انطلاق كأس العالم في البطولة بيتحول أداء كبير النهاردة على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجومي من المرات النادرة اللي احنا حتى في مطشط الدوري مع النادي الأهلي ما كنتش بيشوف محمد داني بيخش منطقة الجزاء بتاعت الخصوم النهاردة بيتلاقيه قدام التحاجات ده واحدة من أقوى الفرق واحدة عندها لعيبة معلش عتولة في كل الخطوط عندها تكامل بشكل كبير في كل الخطوط بتلاقي محمد داني بيزيد بيعمل أوفرلاب كتير جداً طوال المباراة مع بير سيتاو دايماً بيتحرك في المساحة اللي وراء زكريا هساوي كان دي واحدة من القراط اللي كانت في بداية المباراة وكان عنده الفرصة إنه هو لو كان وقف على الكورة وصبر شوية كان يقدر يمررها الكهرباء وباصل تحت لا أحكي لك بصراحة عشان هو يكن معي بعض الأصدقاء بي يا هاني ماذا تبصيها عيداً صعبة جداً أولا التاتة معتين كورة هبان من الزاوية تانية التاتة أقفلوا عليه التاتة أقفلوا عليه فهو حاول ياخد خطوات له قدام كمان عشان عشان يرجع للكور حضاك ورأخطه وكهربا ما تحرص لغلط فهو بصراحة هاني تحط في مأزك بس هو لو كان عايز يشوط على الجون كان يقدر من الزاوية دي مجرد السندة في التانية في شوط صح ولو رجعنا للقابلها برضو أنا بأكد على كلام شهاب لأنه هو لو وقف التلاتة اللي أفلوا عليه أو أفلوا على كهرباء تحديداً لو وقف هيدبها لإمام عشور على الطرف أنا جبت العادة دي مخصوص يا كريم عشان تبقى بأينا إنه هو لو كان خط قطوة لقدام كان قربة بس قربة جلت في غلطة زي ما أنت قلت إنه فضل وقف نفسه مجلوفة إنه هو صحب نفسه خطوة لقدام بقى تحت هاني كده كرة تلعبت له بسهولة لأ ممكن ناحية تانية خارج أو الحسين أو الليعب على الحسين أو إنه كهرباء يروح عند نقطة البانيل تي كده فيشد معاه حجازي فيفضل مساحة الإيمان وحكوكة اللي جاين من تحت غلطة مركبة بس وجود هاني في المكان ده ده شيء يحسن فأنا بصراحة واحدة من أفضل المتشاط اللي شفت فيه محمد هاني النهاردة فيه كرة تانية بعدها هي كرة لضربة الجزاء وقدي إيه كهرباء بإنك حتى لو فيه حاجة برى الكورة وبرى التاكتكس حتة الإصرار في الضغط على الحكم مش بيوليه مش معاه اللقطة دي بس يعني كملها موجودة 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 الكهرباء اللي هي لقطة ضربة الجزاء لقطة ضربة الجزاء بتاعت كهرباء حتة الإصرار أنه يضغط على الحكم وأنه يتحرك في المساحة ما بين الاثنين مساكين أحمد حجازي وحسن قدش أنه يبدأ أنه يتحرك الكرة دي أنه يبدأ يخش ما بين الاثنين ويغلط الاثنين ويغلط حسن قدش ياخد ضربة الجزاء وما اكتفاش بكده ويستسلم للأمر بنشوف لعيبة كتير بيبقى لها أخطاء وليها ضربة الجزاء ومجرد أنه يقولي الحكم مرة وانتهى كهرباء يفضل يصر على الحكم ويضغط على الحكم ومن حقه أنه يعمل كده بنشوف لعيبة كتير لعبة تتحجد ده لولا أنها ضغطت على الحكم الحكم كان ممكن الكورنر يتلعب وضربة الجزاء رغم أنه كان الفر وقفه ويضغط عليه بصراحة واحدة من المميزات التي عندك هارب أنا بشوفها النقطة دي بتبقى مهمة في المشروط الكبيرة اللي أنت تاخد حقك في الملعب